أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء أن المملكة العربية السعودية الشقيقة جبل شامخ بقيادتها ومواقفها ولن تهزه أي ريح وهذه المواقف يجب أن تؤيد عربيا وإسلاميا كما يجب أن ينبر الجميع في الرد على أي محاولات يائسة للتقليل من حجم الجهود العظيمة للمملكة العربية السعودية في كل مجال ومنها خدمة حجاج بيت الله الحرام سموه أكد أن الواجب يحتم على كل مسلم وعربي أن يدعم الإجراءات السعودية في رعاية مقدسات المسلمين وتوفير الأمن والأمان لحجاج بيت الله الحرام ويقينا فإن المقدسات والمشاعر الإسلامية في أيض أمينة من قيادة وحكومة حباه الله برعاية الحرمين الشريفين وخدمتهما بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود أهل المملكة العربية السعودية الشقيقة دعيا سموه حجاج بيت الله الحرام بأن يكونوا جنودا في حماية المقدسات الإسلامية بدعم جهود حكومة المملكة العربية السعودية والتعاون المطلق مع الجهات المختصة في تنظيم أمور الحج والتيسير على حجاج بيت الله الحرام لضمان أن يؤدوا هذه الشعيرة العظيمة وهم في أمن وأمان وإستقرار وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وعددا من المسؤولين والمواطنين حيث استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور على حديث الودية والموضوعات ذات الصلة بالشأن الوطني وخلال اللقاء أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بدور المؤسسات المالية والمصرفية في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيطه منوها سموه بأدائها الناجح رغم التحديات الاقتصادية العالمية متنيا سموه على القائمين على هذه المؤسسات وما يوالون بدره من جهود لإنجاح عمالها وتوسيع دائرة نشاطها بما يجعلها داعمة للاقتصاد الوطني من جهة وجاذبة للكوادر البحرينية من جهة أخرى كما شكر اسموه دور هذه المؤسسات وأسامتها في الشأن التجاري وخدمة المجتمع